بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان درس هذا اليوم المدبج ورواية الأقران ونبدأ بتعريف الأقران فنقول الأقران في اللغة جمع قرين بمعنى المصاحب واصطلاحا الأقران هم الرواه المتقاربون في السن والإسناد تعريف رواية الأقران يقصد بها أن يروي أحد القرينين عن الآخر مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر ابن كدام فهما قرينان لكن لا نعلم لمسعر رواية عن سليمان التيمي هذا المقصود برواية الأقران أما المدبج ففي اللغة هو اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين والتدبيج مشتق من دباجتي الوجه أي الخدين وكأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوي الخدان أما اصطلاحا فهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر أمثلة على المدبج الأمثلة على المدبج في الصحابة قالوا رواية عائشة عن أبي هريرة وكذلك رواية أبي هريرة عن عائشة في التابعين قالوا رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي وكذلك رواية الأوزاعي عن مالك فائدة معرفة المدبج ورواية الأقران قالوا أولا ألا يظن زيادة في الإسناد لأنهما قارنان فقد يظن أنها زيادة الثاني قالوا ألا يظن إبدال عن بالواو لربما مثلا يقال في رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز يقول حدثنا الزهري وعمر بن عبد العزيز فلا تبدل عن ب واو من أشهر المصنفات في المدبج ورواية الأقران كتاب الدار قطني واسمه المدبج وكذلك كتاب رواية الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقران